السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا أخواتنا أصحابنا مرحبا بكم موضوعنا اليوم هو الطريقة القضاء نهائيا على الفشل دخل الأعشش يعني موسم تزوج مازال مبدأش وشنو حبيت نديرو كتذكير وكين لسلي بدو في الإنتاج خاصة في الكاناري المهم الطريقة تعناه هي ناخذ مقدار ملعقة كبيرة متاع الشيح ولا عشر أغصان متاع الشيح نديروهم في لترة ونصف عماء ونضيفو لهم ملعقة صغيرة نديروهم ينقعوا يعني نديروهم يقعدوا واحد ست سوايا والثمانية سوايا قدما يقعدوا في الماء قدما يكون مفعولة حم قاوي والريحة قاوية وبعد نصفيو هذا كالخالط كامل ونديروه غير الماء هنا عندي مجموعة منتع الأشياء اللي يخدوه بها الطيور الأعشاش هذه الفلس مخصصة للحسون خيوط الخيشة البيطانات كما راكم تشاهدوا وهذا هو أعشاش وهذا هو أعشاش وهذا هو أنواة الأعشاش وهذا هو الحسون قبل أن نقدم الخيوط ونقوم بالطيور لتخدم الأعشاش نأخذ مقدار المنقوع الحلبة والشيح ونغطس فيهم هذه المواد ونخلوهم على الأقل نصف ساعة يتشربوا مليح هذه المادة وتولي ريحة فيهم قاسحة من بعد ننحوهم وننشفهم بعد ما تنشف هذه المواد التعشيش نقدموها للإناث لكي تبني بها العش نفس الشيء نقوم بها مع الأعشاش عش كما هذا جديد خاصة اللي يأخذون من الحبل نغمسوه في المحلول ونخله حتى ينشف ونحطوه في القفص أما الأعشاش القادمة الموسم اللي فات كما راكم تشوفوا هذه أنا احتفظ بها كل عام لماذا؟ بعد ما يفقص البيض لازم علينا نبدلو الأعشاش كل ثلاثة أيام على الأقل أنا وش ندير؟ نحي العش القديم ونحي البيطانة نحط بيطانة جديدة في نفس العش اللي كانت فيه والده فيه للأنثة وندير العش الثاني هذا اللي نحتفظ به بعد ما كنت غمسته داخل المنقوع ونشف يعني تكون فيه رحة الحلبة ورحة الشيح ونرجع البيض ولا نرجع الفرخ ونجعل الأنثة تكمل عملية الحظن تحها بهذه الطريقة نقضي نهائياً ومئة بالمئة ومجربة على الفاش موسيقى موسيقى